اعترف مكتب المدعي العام الروسي بوجود 15 ألف حالة تعبئة غير قانونية للمواطنين في غضون ذلك تواصل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بمساعدة الشرطة مداهمات لأماكن تجمع الطلاب في موسكو قضية أرتيوم أنيسيمب الذي اقتيد بالقوة إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري مباشرة من سكن الطلاب من قبل ثلاثة من رجال الشرطة تم نشرها وكان لها صدى ويقول نشطاء حقوق الإنسان أن هذه القضية ليست الوحيدة تقليدياً تحدث مثل هذه المداهمات تقريباً ما بعد أعياد شهر أيار لدي شك بأنهم يحاولون الآن تنفيذ خطة التجنيد بشكل أسرع وبعدها سينشغلون بقضايا الموجة الثانية من التعبئة لأنه من الصعب عليهم التعامل مع تضفق المعبئين وتضفق المجندين للخدمة الإلزامية في بقت واحد يمكن أيضاً الالتحاق قصراً بالجيش في روسيا من خلال اختراق حسابات الخدمات الحكومية تلقى أحد السكان يوجن سخالينسك البالغ من العمر 50 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة مكالمة عبر موقع التواصل ميسيجر من رجل قدم نفسه على أنه موظف البوابة أخباره عن تسريباً لبياناته وسأله عن مكان احتفاظه بالمال ثم طلب منه إعطائه الرمز من الرسالة القصيرة التي وصلته للتو بعد عدة أيام المكالمة كانت مفاجأة تنتظر الرجل بعد ثلاثة أيام دخل الضحية إلى تطبيق الخدمات الحكومية في حسابه الشخصي ووجد معلومات تفيض بأنه تم تسجيله كمتطوع في إطار العملية العسكرية الخاصة بالإضافة إلى أقوال بذيئة بمجرد الوقيع يوماً ما في صفوف الشيش الروسي لن يكون من الممكن تركه دون عقاب حكمت محكمة العسكرية في ستاورابل فيتالي ماتكين أب لعدة أطفال جندي متعاقد بخمس سنوات ونصف في السجن بقضية تركه ليوحدته العسكرية بدون إذن خلال فترة التعبئة ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار اعتراض ناشطي حقوق الإنسان بشأن انتهاك شروط العقلي من قبل الدولة وكون ماتكين هو المعيل الوحيد في الأسرة تم تجاهل حجج الدفاع أثناء الاستثناف الذي تمت نظر فيه قبل أيام وظل حكم محكمة ستاورابل دون تغيير اعتبر المجلس القضائي للقضايا الجنائية أن مدة السجن خمس سنوات وستة أشهر في السجن الجنائي عادلة ومتناسبة مع الفعل وكذلك أنها تتناسب مع الخطر العام للجرينة المرتكبة الملازم أول دينيس بلوتنيكوف من مدينة أنيفا في جزيرة سخالين لم يعود من الحرب علم عن وفاته في مارس عام 2022 توفي في منطقة لوهانسك في أوكرانيا يروي مشروع غلاسنيا قصة والدته تتيانا وهي تسمي ابنها القديس وتحتفظ بزيه لكرة القدم وتحاول أن تجد معنى في وفاته كانت دينيس طالبا ممتازا في المدرسة وكان دائما يساعد الآخرين عندما سئلت تتيانا عن معنى وفات دينيس قالت ناداه الوطن فذهب لغاية الرابع والعشرين من فبراير كانت تتيانا تشاهد القناة الأولى وتقرأ وسائل إعلام جزيرة سخالين الآن هي لا تشاهد ولا تقرأ أي شيء يحاول الكريملين بكل الوسائل تعويض الخسائر البشرية التي تكبدها في ساحة المعركة بدأ الروس بإرسال استدعاءات مع تحذير من الإجراءات التقييدية في حال عدم الحضور إلى المكتب التسجيل والتجنيد العسكري كعقوبات يمكن استخدامها قيود على قيادة السيارات وتسجيلها والحصول على وضع صاحب عمل حر وعلى المعاملات بالعقارات وقطع الأراضي